أحمد أنت قلت حتة مهمة جداً ولدرجة أنا كإمام مختار رجعت نفسك ودي صعبة إن أنا كإمام مختار تخليني أسرح يعني تخليني إيه دماغي تروح في حتة إن طب صح يعني وانت وانت بتكلم قلت إيه طب ما آه صح ما أنا ممكن أقول إن أنا مش هشتغل وانزل هشتغل طب ما أنا ممكن أقوله أنا مثلاً افصلني عن أهلك وأهلي وأنا بعد كده أحب ممت وبحب أنا اللي عايز أروها يعني ممكن فعلاً أنا كست يا ستات بجد إحنا بنعمل ده إحنا معمومش كل القرارات اللي إحنا بنحطها والشروط بننفذها ممكن مثلاً يقول لها تقوله أنا هفضل كده أنا بحب رفياحة كده هو مثلاً بحب الجسم الأوليل مثلاً بديك مثال تافع اللي هو أنت هتفضلك يقوله آه طبعاً هفضل كده أنا عمي مدخن أبداً طب ما أنت ممكن تجيلك خلل في الغدة الدركية أو أي حاجة فتتخاني فما يفعش نقول حاجة نمسكها بالسكينة صعب ندي عود صعب إن إحنا نوفي بيها وفي حاجة كتير قوي ممكن تكون بسيطة بس فعلاً بتتغير لإحنا بنعمل من نتغير والتغيير سنة الحياة يعني حتى كبيزنس أي حاجة بنتكلم فيها بنتكلم بنعلم الطلبة وبنعلم الناس كلها في أول حاجة لازم تعرف تكاتش الحياة وتقعد تتغير معاه ده فكرة بالزبط فكرة زمان خلص كان في حاجة اللي هو البقال قبل ما يبقى في السوبر ماركت فيه اللي قدر يكوب مع التغيير وفيه اللي فضل في المكان فيه اللي مقدرش وفي ده زي ما هو فالتغيير ده سنة من سنة الحياة فالرب إنك هتبه علينا ولازم نتقبل التغيير لازم نتقبل نحن نفسنا نتغير فما فيش حد بيقف على حاله بيموت فطول ما يبقى قدم حي لازم هتحرك ولازم يتغير طيب يعني أنت شايف إننا ما نحط الشروط قبل الجواب بالعكس أنا بحترم مش الشروط بس بحترم التوضيح يدام كلمة شروط قصية يعني خلي بالك هي قصية على الرجل وبرضو قصية على ست يعني أنا أخش أنت كرجل قلتلي أنا بقولك شرط أساسي عندي البيجو عندك هيبقى في عند يعني الستات هتاخدها بعند الرجالة كرميتهم هتنقح عليهم يعني أنت أدخل كده أقولي الجملة دي لا أمقدرش مش حط نفسي في الموقف ده أنا أسكى من كده لا 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 مش إشانا خاطز طبيعي أروح رد عليك إيه كاست لما راجل يجي يقولي أنا شرط أساسي عشان أتجوزك أقول له يا حبيبة تتجوز خالص أنا شارط أتجوزك أصلي معيدي النقطة عشان كده بقولك هي الكلمة كباني أدنين لكن نقولها بقى بشكل أفضل إزاي النقطة التوضيح أنا محتاجة في حياتي 1-2-3-4 وأنا محتاجة في 1-2-3-4 وأنا في الفترة دي ما أقدرش أستحمل 1-2-3-4 التوضيح ده لما بيكون مكتوب أو مش مكتوب يعني قصدي لما يكون واضح لنا يعني اتفقنا عليه بيريح قدام بيريح قدام كتير قاود نالبقى عارف اللي قدامي إيه اللي بيدايقه أيه دايماً بتكلم على سبيل المثال أنا اسمي أحمد عثمان ممكن يقولك ما بيحبش حد يندهني بإسم عثمان حقي بس أنت ما تعرفيش أيه فأنا واجب علي التوضيح ده براف عليك مثالي برضو فأنا ممكن يكون ليه اسم حركي الناس واخدعلي ممكن ما قبلوش من الناس أيه فقال توضيح أنت أنا دهتمي بإسم أنت ما غلطتش فيه بس طالما أنا وضحت لك أنا محبش حد يندهني بالإسم ده فأنا ليه الحق أن أنا أزعل تمام فالتوضيح أن احنا يا جماعة بنحب إيه بنحبش إيه بيفرق كتير جدا وزي ما احنا بنقول شروط ممكن أو وعود ممكن ما نوفيش بيها أنت ممكن تلاقي نفسك في حاجات رفضها النهارده سبعاً خمس سنين توافق عليها